تلتف إيران مرة أخرى على العقوبات الأمريكية وترسل النفط لنظام الأسد بطرق غير شرعية ظنا منها أنها تستطيع التحايل على هذا الرجل الذي وعد بتصفير النفط الإيراني ما جرى أن شركتي تانكر تراكرز دوت كوم وكليبر داتا تعقبت عبر الأقمار الصناعية ناقلة نفط إيرانية غيرت اسمها ووجهتها وأطفأت نظام تعريفها التلقائي AIS واكتشفت أن الناقلة حملت على متنها مليون برميل من النفط الخام وغادرت إيران في أذار الفائت وتوجهت للموانئ التركية الشرقية وبقيت هناك عدة أسابيع لتعود مرة أخرى لتتجه إلى السواحل السورية وتفرغ حمولتها في ميناء بانياس الذي تحدثت وسائل إعلام النموالية عن عودته للعمل مجددا بعد وصول مائة ألف برميل إليه دون أن تحددت جهة التي أرسلت النفط وبحسب شركتي التعقب فإن الناقلة داماسيل كانت تعرف سابقا باسم ترو أوشان وهي إحدى الناقلات المذكورة في لائحة وزارة الخزانة الأمريكية للسفن التي استخدمت لنقل النفط إلى سوريا في السابق وهي الناقلة الثانية التي تحمل النفط الإيراني وتغلق نظام تعريفها التلقائي في البحر الأبيض المتوسط منذ شهر نيسان ويعتقد البعض أنه بسبب تجديد العقوبات الأمريكية اضطرت إيران لاستخدام ميناء معزول في أقصى جنوب شرق البلاد للمحافظة على استمرار تدفق السلاع يعرف باسم ميناء جبهار ويقع على المحيط الهندي وهو الميناء الإيراني الوحيد الذي يحظى باستثناءات من العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في عام 2018 إيران زادت من إنتاجها النفطي خلال الشهرين الفائتين لكن الطلبات الشرائية خفضت كثيرا بسبب عقوبات ترامب كما وكانت تشحن من مليون إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط شهريا لنظام الأسد لكن هذه الشحنات توقفت مع نهاية عام 2018 بسبب الضغط الأمريكي ما سبب نقصا وأزمة في المحروقات لدى نظام الأسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر